متابعي قناة شاهد فيديو اليكم اخر اطلالات الفنانة منا فضالي الجريئة لاخر موسم الصيف 2019 تابعونا على قناة لتشاهدوا معنا اخر اطلالات الفنانة ولا تنسوا ابدأ رأيكم ودعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك على اخر موسم الصيف العام 2019 قامت الفنانة من فضالي بنشر اجراء صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابها الرسمي لاستجرام في زل ردود فعل عنيفة عليها نشرت الفنانة المصرية من فضالي صورة جريئة عبر حسابها على الاستجرام ظهرت فيها بميوه اسود خطفت به انظر متابعيها وعلقت من فضالي على الصورة قائلة لست من المجانين والحمقى الذين لا يعرفون حقيقتهم والمدعين للمسالية اعرف جيدا ما هي اخطائي الجملة اللي كتبتها تحت الصورة وهي بالميوه البكيني فيها كتير من الغمود وكأن الناس بيقول لها انت مسالية او هي بتدعي المسالية حظت الصورة باعجاب بعدد كبير من متابعي من فضالي وعلق عليها بعضهم قائلا رحم الله عبدا عرف قدر نفسه قالت من فضالي لست من المجانين والحمقى الذين لا يعرفون حقيقتهم لكن احنا عايزين نعرف ايه هي حقيقة الفنانة من فضالي اه وقالت ان هي لا تدعي المسالية وكأننا قلنا لها ان انت مسالية وقالت اعرف جيدا ما هي اخطائي وكأننا قلنا لها ان هي معصومة من الاخطاء فلا نعلم ما لماذا الفنانة من فضالي تكون بنشر صورها طول فصل السيف بالميوه البكيني بكل الوانه واشكاله وانواعه ومن الاخر كتبت الجملة دي على صورها علشان محدش يسألها انت ليه صلعة بالميوه البكيني انت ليه بتتصوري بالميوه البكيني انت كده بيصير الغرائز بين الشباب ما ينفعش كده لازم نحترم عادات المجتمع لكن للاسف محدش هيقول لها الكلام ده عشان كلنا عارفين ان هي بتحب تظهر بالصورة دي. منا فضالي من موليد اربعة ستمبر سنة تلاتة وتمانين ولدت في القاهرة وتخرجت من كلية السياحة والفنيدق. اول ما بدأت التمثيل بقدمتها والدتها اللي كانت بتعمل مساعدة مخرج للمخرج مجدي ابو عميرة اعجب بيها وباداءها وديها احد الادوار في مسلسل اينا قلبي في سنة الفين واتنين. بعد كده اشتغلت في مسلسل الناس في كفر عسكر من اخراج المخرج جنادر جلال وشاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة ومسلسل عفريت السيالة في سنة الفين واربعة. قالت منا فضالي في برنامج شيخ الحرع اللي كان بيزاع على قناة القاهرة والناس في الفين وتمنتاشر انها اتجوزت دون علم والدتها من الملحنة محمد ضياء وانفصلت عنه بعد الزواج استمر سبعة اشهر فقط. شهر نزلت الفنانة المصرية من فضالي صورة برضو وكانت لبسة الميو. وللاسف هي مش بتغير الميو بس دي كمان بتغير شكلها ولون جسمها. منا فضالي نشرت صورة بالميو قالت الناس اصحاب القلوب الطيبة لا يجرحون احدا بل يجرحون قلبهم فقط. ولا نعلم لماذا هذه الكلمات التي تبدو اكثر جدية واكثر حكمة بالميو اللي هي لبسة مش عارفين. منا قبل كده اتكلمت بشكل دقيق جدا عن علاقتها بالملحن احمد دياء. وقالت ربما تكون اختياراتي خاطئة. ربما تكون طريقتي خاطئة. الله اعلم ولكن المهم انني على حق ولا اكون ظالمة لاحد. فعندما ادخل في قصة حب اكون مخلصة جدا ودائما اجد المقابل غير ذلك فلا احد يقدر اخلاصي. في اشارة منها طبعا لانفصلها عن زوجها السابق الملحن احمد دياء. من فضالية اكيد طبعا تلقت العديد من الانتقادات بشكل مستمر بسبب زهرها دائما بالميوهات المتغيرة طول الصيف تنزل اطلالتها بالميو. قالت على رد ردا على بعض انتقادات ليها من قالت انها ليست الوحيدة التي ترتدي في العالم مضيفة في اه تصريحات ليها وبعدين مش انا الوحيدة اللي بالبس ميو ولنا لو على البحر حلبس ايه مسلا خيمة? حلبس جلبية? انا ممثلة حلبس ميو حلبسه اخصير حلبسه طويل حلبسه زي ما انا عايزة. وقالت اللي حبي بيشوفني كده اهلا وسهلا واللي مش حابب ما يتبعنيش الموضوع بسيط مشيرة الى انها تتمتع بحرية شخصية تتيح لا فعل ما تريد. منا دلوقتي منشغلة بان هي بتعمل فيلم جديد اسمه مايكو وهو اول فيلم مصري تدور اغلب احداثه تحت مياه البحر واحداثه مستوحية من قصة حقيقية وهي قصة العبارة سالم اكسبريس. من اكتر الموقف المسيرة والغامضة اللي تعرضت لها منا فضولي انها ظهرت في شهر رمضان وكانت بتشرب شيشة. منا غضبت جدا من تطول بعض الناس عليها لما شافوها بتشرب شيشة في شهر رمضان. وعلقت على الصورة وقالت انها حرية شخصية ولا يحق الاحد التدخل في حياتها. الفنان المصرية في تصريحات ان الجمهور من حق ان ينتقد اعمالها الفنية الموجهة اليها وتستقبل ذلك بصد رحب ولكنها ترفض تدخل في امورها الشخصية وحياتها الشخصية. وقالت على الصورة ان عندها اصدقاء مسلها مسل اي فتاة بتخرج معيهم وتسهر في كل الاماكن. وقالت طالما انني لم اضر احد فليس من حق اي شخص ان يحاسبني. وقالت ان المجتمع اصبح الان منفتحا ويستوعب بقى الجميع الحريات والشخصيات مكفولة لكل الشخص في مصر. الاسف مش هي دي المرة الاولى اللي ظهرت فيها منا وهي بتشرب سجاير. ظهرت قبل كده في صورة متدولة لها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت برضو بتشرب شيشة في احد القفيهات. لكم اربعة رجال سبب عقدة نفسية للفنانة من فضالي. صدمت الفنانة من فضالي جمهورها العامل مواجي بعدد من التصريحات اهمها اعلان زواجها السري من الملحن محمد ضياء. وان الزواج لم يستمر طويلا لعدد من الاسباب اهمها. رفض اسراتها ومقاطعة والدتها لها بعدما علمت بخبر زواجها. ولم يكن الجمهور يعرف فسر الزواج من فضالي من قبل. حيث ان المعلومات المعروفة هي زواجها من الملحن عاد الحقي اللي عقدت قرنها عليه ثم تم التلاقب لاتمام مراسم الزفاف. وقالت انها اكادت ان تتزوج من المنتج وائل عبدالله. لكن بعد قصة حب ولكن العلاقة انتهت. كانت من فضالي اكدت في اكثر من المناسبات انها ارتبطت عاطفيا اربع مرات. لكن لم تستطيع ان تكمل تلك العلاقات. وقالت. بالبلد كده ما بيعيش ليش رجالة. وان السبب فشل تلك العلاقات رجال وليست هي. وانها تعرضت لاكثر من مرة للكذب والخيانة من الطرف الاخر. وزلك كان كفيل بتعايد علاقتها برجالة. من فضالي قالت ان علاقتها بوالدها كانت فيها كتير من الالام. لان والدها سبها وهي صغيرة ويسافر بره علشان يشتغل. واول مرة كانت تشوفه وهي مخطوبة. ولم تكن تتواصل معهم قبل الا من خلال الرسائل والصور اللي كانوا بيرسلوها لبعض. بع رجال تسببوا في عقدة شخصية للفنانة من فضالي. اولهم زوجها هي جوزته في السر الملحن محمد ضياء. ثانيا. ثانيا الملحن عيد الحقي اللي عقد قرانها عليه وبعد كده طلقها قبل ما يتم زفافها. بعد كده المنتج وائل عبد الله. بعد كده والدها. واخيرا نزلت الفنانة من فضالي صورة لها وهي لبسها الفستان الابيض وكأنه زفافها. ولما تم سؤالها عن سبب هذه الصورة قالت ان هي ما تجوزتش ولا حاجة. ولكن الصور دي كانت من خلال مشاركتها في احد عروض الازياء. قيلت من فضالي كل اللي بيقوله اني جوزت ده كلام غير صحيح. والخطوة دي انا مش هعملها في السر ولا حاجة ومش هتفاجأ بها جمهوري. بل هيكون قبليها اعلان مسبق. وفي كل الاحوال انا لست مرتبطة ولا اعيش قصة حب في الوقت الحالي. وتركيزي فقط في العمل. وكل الكلام اللي لقيته من ده ده متضارب عن ما حدث لها في حياتها السابقة. وكل مرة بتتجوز بتتجوز في السر ومحدش بيرف عنها حاجة حتى اهلها. اشتركوا في القناة